بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين أحييكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا في لقائنا المتجدد مع مقرر قيادة التغييرات هذا إن شاء الله بنتكلم في المحاضرة الأخيرة وختامها ميسك بإذن الله تفتع عنوان قيادة التغيير وإدارة الصراع التنظيمي موضوع من الموضوعات المهمة أن نربط بين قيادة التغيير وإدارة الصراع باعتبار أن الصراع التنظيمي من الأشياء التي تعرق القيادة بصفة عامة وبالتالي نحتاج إلى عملية إدارة للأزمات وإدارة للصراع وإدارة للمخاطر يلا مع بعض نفكركم بأهم ما جاء في المحاضرة السابقة ثم نتناول ملخص المحاضرة الحالية ثم نبدأ بإجراءات هذه المحاضرة اتكلمنا المرة اللي فاتت عن مفاهيم وخصائص الإبداع اتكلمنا عن الحاجة للإبداع خصائص الإبداع والعوامل المشجعة للإبداع الإبداع والابتكار المؤسسي وأهمياته اتكلمنا عن استراتيجية بناء المؤسسة الابتكارية اتكلمنا عن استراتيجية بناء معوقات الإبداع المؤسسي اتكلمنا على كيفية مواجهة هذه المعوقات يلا مع بعض نشوف عناصر المحاضرة الفعلية النهاردة هنتكلم عن مقفوم الصراع هنتكلم عن الصراع التنظيمي بالصفة عامة تعريف الصراع طبيعة الصراع وأشكال الصراع هنتناول الصراع التنظيمي هنتناول أنواع الصراع التنظيمي هنتناول سبل وأساليب التعامل مع الصراع التنظيمي هنتناول علاقة الصراع التنظيمي بإدارة التغيرات الأثار السلبية التي تعود على قيادة التغيير نتيجة الوجود صراع داخل المؤسسة كل الحاجات دي يا شباب هنتناولها بشيء من التفصيل أتمنى أن الناس يعني تركز في موضوع إدارة الصراع باعتباره من الموضوعات المهمة زيها زي إدارة الوقت زيها زي إدارة الأزمات زيها زي إدارة المخاطر كلها جميعها بتحتاج إلى تحتاج إلى إدارة عشان خاطر يتم التطوير والتعديل والتغيير اللي احنا إيه اللي احنا عاوزين خلينا نمهد للمحاضرة بتاعتنا يا شباب وعايزين نقول أن جميع المدارس الإدارية المختلفة يعني عكست تباينا واضحا بشأن الصراع ودوره في سلوك الأفراد والمنظمات إذن هناك انعكاس على أداء المؤسسة سواء على سلوك الأفراد أو على سلوك المنظمات أو على الإجراءات والعمليات التي تتم نتيجة وجود صراع داخل هذه المؤسسة عشان كده الكلاسيكيون رأوا أنه قوة سلبية يجب تجنبه ومنع حدوثه قدر الإمكان الصراع قوة سلبية يجب تجنبها ومنع حدوثها قدر الإمكان إذن الصراع بيؤثر على سلوك الأفراد وعلى سلوك المنظمات هذه في رؤية الكلاسيكيون أن الصراع قوة سلبية يجب مواجهتها طيب السلوكيون رأوا أنه أمر مرغوب فيه نظر السلوكيون على أن الصراع أمر غير مرغوب فيه ولكن الآن اختلفت النظر إلى الصراع بشكل كبير حيث ينظر إليه ليس فقط كأنه لا يمكن تجنبه بل أنه أمر مرغوب فيه لذلك فإن الاتجاه الحديث هو كيفية إدارة الصراع بحيث تكون المنظمة قادرة على تكييف لمصلحتها وتحقيق أهدافها إذن الكلاسيكيون رأوا أنه قوة سلبية يجب التخلص منها السلوكيون رأوا أنه غير مرغوب فيه ويجب التخلص منه أيضا إلى أن النظر الحديث رأت أنه يمكن الاستفادة من الصراع من خلال إدارته لتحقيق أهداف المؤسسة ولتحقيق مصالح المؤسسة عن طريق ما يسمى بإدارة الصراع يتم الحفاظ على حالة التوازن من أجل استمرارية العملية الإبداعية وتحقيق مستوى عالي من الأداء للحفاظ على الميذة التنافسية مع المؤسسات الأخرى إذن إدارة الصراع مهمة جدا في تحقيق التنافسية مع المؤسسات الأخرى صراع ما هو الصراع؟ هو حالة تحدث عند وجود الأفراد في موقف معين فيه يختلفون بالرأس عندما يكون الأفراد العاملين بالمؤسسة مختلفين في الرأي هيحدث بينهم صراع؟ صح؟ عندما يكون هناك اختلاف في وجهات النظر هذا سيؤدي إلى وجود صراع إذن يبدأ الصراع من مجرد كلام عادي ثم يتطور ليتحول إلى صراخ مرتفع إذن الصراع هو تنافس مجموعة من الأشخاص معا على اتخاذ قرار معين قد يرتبط بهم بشكل شخصي أو يرتبط ببيئة العمل بشكل عام أيضا الصراع هو اختلاف بين طرفين أو أكثر على فكرة ما ويسعى كل طرف للتأكيد على أنه على حق ويظل الصراع مستمرا طالما لا يتوقف أو لا يتوصل أي طرف من الأطراف إلى حل يسهم في التوقف على هذا الصراع وقد يكون هذا الحل سياسيا وقد يكون اجتماعيا وقد يكون اقتصاديا إذن المقصد من الكلام يا شباب أن الصراع هو اختلاف بين طرفين إذا وصلوا الاثنين لحل انتهى الصراع وإذا لم يصل كلا الطرفين إلى حل سيزيد من حدة هذا الصراع وبتزيد المشاكل بين كلا الطرفين كالمشاكل بين الرجل وزوجته إذا كانت المشكلة تم القضاء عليها في مهدها وتم التوصل إلى حل ليرضي جميع الأطراف سينتهي الصراع بين الطرفين وإذا تمسك كلا منه برأيه وتمسكه بأنه على حل ستزيد حدة الصراع ويرتفع الصوت ثم يزيد إلى الصراع ثم يتحول إلى صدام ثم يتحول إلى صراع بين الطرفين ننتقل إلى طبيعة الصراع يعني إيه طبيعة الصراع؟ هي الحالة أو الهيئة التي تظهر ضمن الشوار يعني لما يبقى فيه حوار بين طرفين أو موقف معين بين طرفين ما طبيعة البيئة المحيطة لهذا الحوار؟ هل بيئته بيئة طبيعية؟ إذن الحوار يأخذ مساره الطبيعي أما وإن كانت البيئة بيئة غير طبيعية فيها صوت عالي فيها تعدي من جانب إلى جانب آخر هنا سيؤدي الموقف إلى حدوث صراع بين الطرفين وتعتمد طبيعة الصراع على جانبين الأول إيجابي والثاني سلبي فالجانب الإيجابي للصراع بأنه قادر على توجيه الأفراد من أجل العمل على إيجاد حل للمشكلات إذن الجانب الإيجابي للصراع في أنه يسعى إلى الوصول إلى مجموعة من الحلول إلى بعض المشكلات التي تعاني منها المؤسسة أما الجانب السلبي فهو ما يؤثر على طبيعة العلاقة بين الأفراد ويحوله من مجرد نقاش لجمع الأفراد لجمع الأفكار إلى مجموعة من الصراعات التي تدمر العلاقات بين الأفراد إن تمييز طبيعة الصراع بالعقلانية والموضوعية والشفافية يعتمد على المبادئ والأسس التي يعتمد عليها أطراف الصراع في التعامل معها فإذا كانت هذه المبادئ تعتمد على الجانب الإيجابي للصراع عندها سوف يتم الوصول إلى نتائج مفيدة ولكن في حال كان الاعتماد على الجانب السلبي للصراع فعندها لن يتم الوصول إلى نتائج مفيدة وسيستمر الصراع لوقت طويل إذن الصراع يتوقف على طبيعة العلاقة بين الطرفين فإذا كانت طبيعة الصراع إذا كانت العلاقة بين الطرفين علاقة بها نوع من التفاهم وبها نوع من احترام الرأي وبها نوع من أنواع الشفافية والوضوح والوصول إلى مجموعة من الحلول لبعض المشكلات هنا يكون الجانب إيجابي للصراع وأما إذا كانت العلاقة بين الطرفين علاقة غير قائمة على قبول الطرف الآخر وغير احترام وغير قبول احترام الطرف الآخر ورأي الطرف الآخر وعدم الوصول إلى مجموعة من الحلول لحل المشكلات هذا يدل على أن بيئة الصراع بيئة سلبية أو طبيعة الصراع طبيعة سلبية إذن أنا عندي كم نوع من طبيعة الصراع يا شباب نوعين طبيعة صراع إيجابية وطبيعة صراع سلبية كل نوع يتوقف على طبيعة العلاقة بين الطرفين أشكال الصراع يا شباب أول شكل من أشكال الصراع هو الإختلاف عدم الاتفاق بين الأفراد على شيء ما وهي جزء من الطبيعة البشرية إذ ينظر كل إنسان إلى الأشياء المحيطة به بنظرة خاصة فيه ويتعامل مع المواقف التي يوجد بيئتها بأسلوبه الخاص يتعامل مع المواقف بأسلوبه الخاص لذلك ينتب غالباً عن الاستلافات حدوص صراع ويسعى فيه كل شخص إلى إثبات أن نظرته وأسلوبه هما الصحيحان ومن الممكن أن ينتهي الخلاف مع تفاهم كافة الأطراف للوصول إلى نتيجة مناسبة إذن الاختلاف بين الأفراد هو أحد أشكال الصراع عندما يحاول كل طرف أن يتمسك بوجهة نظره وأن يفرض وجهة نظره على الآخرين هنا ينتج الاختلاف فهناك فرق بين الاختلاف والخلاف فقد ينتهي الاختلاف أمر مهم نحن متواجدون لكي نختلف في الآراء بشرط أن نصل إلى حل عندما نختلف لنصل إلى حل مشترك هنا سينتهي الصراع أما وإن يتحول الاختلاف إلى خلاف هنا سيزيد حدة الصراع بين الطرفين إذن أول أشكال الصراع يا شباب الاختلافات أي عدم الاتفاق أو عدم الاتفاق بين الأفراد حول قضية ما النوع الثاني من الصراع هو النزاعات النزاعات وهي عبارة عن مجموعة من الاختلافات التي ترتبط بوجود أسباب تؤدي أو ترفض رأيا أو قرارا ما يعني عندما يصدق قرار ويرفضه الجميع تمتج النزاعات ويؤدي بشكل مباشر إلى حدوث الصراعات بين المتنازعين فإذا كان هناك على سبيل المثال قرار للتغيير فهناك مؤيد للتغيير وهناك معارض للتغيير لو ظل المؤيد مؤيداً والمعارض معارضاً ستتولد النزاعات بين فريقين الفريق الأول وهو المؤيد والفريق الثاني وهو المعارض حيث سيتم بينهما مجموعة من النقاشات والغضب والنزاعات وحدة الصراع ولا يؤدي الوصول إلى نتائج إذا وصل الصراع بين الطرفين إلى حد النزاع فإن ذلك إن ذل فإنه يدل على عدم الوصول إلى قرار ولن يعود ذلك بأي إيجابية على حل المشكلات أو إنتاج مجموعة من الأفقار حيث لا يتم الاتفاق بين الجميع النوع الثالث النوع الثالث الأزمات الأزمة وطالما وصل الصراع إلى الأزمة الأزمة تعني الكوارث والمشكلات التي تحدث على نطاق دولي فتؤدي إلى اندلاع الصراع بين مجموعة من الدول بصفتها أطرافا للأزمات إذن الأزمة تنتج أو يقصد بها الكارثة التي تحدث في بيئة العمل على المستوى المحلي أو في بين الدول على المستوى العالمي وقد يؤدي الصراع هنا إلى الأزمات أو إلى الكوارث قد تؤدي إلى حدوث حروب دولية فبالتالي تسعى كافة الأطراف إلى محاولة إيجاد حلول لهذه الأزمات بالاعتماد على وجود طرف محايد لتقريب وجهات النظر ومن أجل الحيلولة دون تفاقم الصراع ومن الأمثلة على الأزمات الحروب العالمية إذن الحروب العالمية إنما نشأت لوجود اسمه وهذه الأزمة هي نتيجة صراع بين طرفين لم يتم الوصول إلى اتفاق بينهما في أمر من الأمور إذن الحروب التي تنشأ بين الدول هي حروب ناتجة عن الأزمات بين الدول وهذه الأزمات ناتجة عن الصراعات وهذه الصراعات ناتجة عن الخلافات وهذه الخلافات ناتجة عن عدم وصول كل منهما أو عدم وصول كل منهما إلى حل مشترك وبالتالي يتطلب الأصبر إلى وجود شخصية محايدة لتقارب وجهات النظر حتى لا تتفاقم الصراعات والأزمات حتى تصل إلى درجة التناحر والحبوب بين الصراع الصراع التنظيمي لا تخلو دولة ولا يخلو مجتمع من وجود الصراع التنظيمي والمقصود هنا يا شباب بالصراع الوظيفي الصراع الوظيفي كل واحد يحاول يصل إلى وظيفة معينة يثبت أنه في الوظيفة هو الأكبر يثبت أنه هو الأولى بهذه الوظيفة فيحدث ما يسمى بارتباك وتعطيل العمل وبالتالي تأهير اتخاذ القرارات سيؤدي ذلك إلى تفاقم هذا الصراع أيضا عملية الاستيار بين هذا وذاك بدون مجموعة من المعايير الموضوعة لاختيار الموظف المناسب في المكان المناسب سيؤدي ذلك إلى وجود صراع الوسطى والمحتوذية وعدم اختيار الشخص الكفت واختياره بالوقت أو بالمعرفة أو بما إلى ذلك أو بالرشوة هذا يؤدي إلى وجود صراع تنظيمي ومتى كان الصراع التنظيمي في مستوى معين ومقبول فممكن أن يكون له إيجابيات عندما يكون تنافس عندما يكون الصراع ينتج عنه تنافس بين الطرفين أنه ممكن أنا وإنت في بيئة العمل أو أنا وإنت في بيئة العمل بأن هذا الصراع يؤدي إلى وجود إيجابية تعود على العمل لأن كل واحد هيحاول يثبت أنه هو الأفضل من خلال عمله أما وإنه تحول إلى أثار سلبية اختلاف مثلا تشاحم وتناحر واردفع صوات وسب وقصف فبالتالي هذا سيعود بأثاره السلبية على العمل صح وعدم وجود أي حلول إذن قد يكون الصراع التنظيمي له أشكال إيجابية أو نتائج إيجابية وقد يكون الصراع التنظيمي نتائجه سلبية يكون الصراع التنظيمي نتائجه إيجابية عندما ينتج عنه تنافس شريف بين الطرفين المتصارعين حيث يثبت كل منهما أنه الأكفأ مما يعود على العمل بالإيجابية أما وإنه لم يصل إلى بجموعة من أو لم توجد هناك ثمار إيجابية عن هذا الصراع فبالتالي يكون الصراع التنظيمي هنا صراع تنظيمي سلبي إذن الصراع التنظيمي هو إرباك أو تعطيل للعمل ولوسائل اتخاذ القرارات بشكل يؤدي إلى صعوبة المفاضلة والاختيار بين البدائم وحيث أشار معظم الكتاب إلى أن وجود الصراع عند مستوى معين يعتبر حافز ويعتبر أيضا أحد مصادر القوة لرفع الأداء الوظيفي للأفراض وللجماعات ولكن إذا وصل الصراع إلى مستوى عالي يترتب عليه آثار سلبية أكثر منها إيجابية إذن هناك نتائج وهذا يؤكد ما نقول أن هناك نتائج إيجابية إذا كان الصراع عند حد معين وعندما ينشأ عنه تنافس بين الطرفين أما وإن زادت حدة الصراع بين الطرفين ولم توجد له آثار للتنافس أو آثار إيجابية فبالتالي ستكون سلبياته أكثر من إيجابياته النظرة الكلاسيكية أي التقليدية للصراع يرى أصحاب هذه النظرة أي النظرة الكلاسيكية أن الصراع شيء غير مرغوب فيه ويجب أن نقلله إلى أدنى حد ممكن بل ويجب إزالته من خلال الافتيار السليم للأفراد والتدريب والوصف الوظيفي وإعادة التنظيم وغالبا ما تساعد هذه المبادئ على تقليل أو احتمال منع بعض أشكال الصراع غير المرغوب فيها إذن فالمفهوم التقليدي أو الكلاسيكي يرى أن الصراع سلوك تنظيم معطل صح نعم النظرة الكلاسيكية ترى أن الصراع شيء غير مرغوب فيه نعم النظرة الكلاسيكية ترى أن هناك تعارض واختلاف بين الرئيس والعاملين بين العاملين وبعضهم وهذا يؤدي إلى تفتيت جهود العاملين وخفض درجة التعاون وتقليل روح الجماعة وارتفاع معدلات دوران العمل وعدم القدرة على تحقيق الردى الوظيفي وضعف الانتماء للمنظمة وارتفاع الخسائر المادية للمنظمة مما يعوق تحقيق أهدافها نعم هذه هي النظرة التقليدية أو الكلاسيكية وبحكم هذا المفهوم التقليدي فإن الصراع التنظيمي يكون دائماً سلبياً وغير فاعل وغير صحي الأمر الذي يتطلب من القيادة تجنبه والابتعاد عنه قدر الإمكان لتفادي التوتر والطلق إذن هذه مفاهيم وعصة بالنظرية الكلاسيكية التقليدية وللأسف الشديد هذا هو المفهوم الترشيوعاً في منظمتنا العربية والمحلية أما عن النظرية السلوكية أو النظرية الوظيفية فمن جهة أخرى يتبنى بعض الباحثين في علم الإدارة مفهوماً كثر حداثةً ومغايراً لمفهوم التقليديين حول الصراع إذن هناك فرق كبير بين النظرية الوظيفية السلوكية وبين النظرية التقليدية الكلاسيكية فبالنسبة لمتبني النظرية الوظيفية يجدون أن هناك سمة إيجابية للصراع ويقسمون الصراع إلى نوعين صراع سلبي وهو الصراع الغير فاعل وصراع إيجابي وهو صراع فاعل فالصراع الإيجابي أو الصراع الحميد هو أحد المتغيرات الأساسية للنمو والاستمرار والتطوير التنظيمي الذي تنشده كل منظمة أن صراع التنظيمي قد يكون إيجابي ومهم في تطوير المؤسسة قد يكون مهم في تحقيق تفاعل الإنسان بين العاملين داخل المؤسسة ولا يمكن التخلص منه بل ينبغي فقط إدارته وتعتمد هذه النظرية على المفهوم القائل بأن تشفيص الموقف وتحليله يعتبر أمرا ضروريا للعمل والآداء وبالتالي فإنه من الأمور الهامة التي يجب اعتبارها عند التعامل مع الصراع ضرورة البحث عن بدائل لإدارة هذا الصراع ومن ثم دراسة المواقف بين الأفراد دراسة مناسبة لكل منهما حتى نصل إلى حل يتناسب مع كل الطرفين هنا يكون الصراع صراع إيجابي إذن تختلف النظرية الوظيفية عن النظرية التقليدية النظرية التقليدية كانت ترى أن الصراع سلبي على طول الخط إنما النظرية السلوكية ترى أنه قد يكون إيجابي وقد يكون سلبي إيجابي في أنه يسهم في وجود صراع إيجابي حميد يؤدي إلى النمو والاستمرار والتطوير والحصول إلى تنافس شريف بين الأفراد زي ما احنا قلنا وتوليد أفكار تؤدي إلى حل المشكلات الموجودة داخل المؤسسة إذن هناك اتجاهات للمنظمات حول الصراع بعض المؤسسات والمنظمات هناك توجه إيجابي للصراع وهناك توجه سلبي للصراع وهناك توجه متوازن إذن اتجاهات المنظمات حول الصراع ثلاثة الاتجاه الإيجابي للصراع الاتجاه السلبي للصراع الاتجاه المتوازن للصراع الاتجاه الإيجابي وهو اتجاه زي ما كنا نتكلم دلوقتي في النظرية السلوكية وهو اتجاه ينظر إلى الصراع على أنه فرصة جيدة لتلمس مواطن الضعف في المنظمة ومن سمى إيجاد الحلول الناجحة لها عن طريق قبول المقترحات ووجهات النظر المختلفة حول موضوعات الخلاف مع تشجيع عملية الابتكار والتفكير في سبيل التطوير الإجراءات وتطوير الأسليب وتطوير الهياكل التنظيمية وتحسين الانتاج وزيادة الانتاجية وبناء علاقات جيدة بين الأفراد هذا اتجاه إيجابي للصراع أما الاتجاه السلبي وهو اتجاه ينظر إلى الصراع من جانبه السلبي حيث أنه يشتت الجهود ويستهلق قدرات البشر ويسبب في زيادة ضغوط العمل ويقلل من الانتاج ويضعف من الأداء ويزيد من التوتر بين العلاقات فيصبح التعاون بين الأفراد أمراً مستحيلاً بل قد يؤدي إلى العنف بين الأفراد أما الاتجاه المتوازم هو اتجاه ينظر إلى الصراع نظرة واقعية حيث إن بعض الصراعات مرغوب فيها وبعض الصراعات غير مرغوب فيها حسب الظروف والإمكانية ننتقل إلى نقطة مهمة ما هي أسباب ومصادر الصراع طبعاً إحنا هنا بنتكلم عن الصراع التنظيمي والصراع الوظيف في بيئة العمل هناك عوامل عديدة لها دور في ظهور الصراع داخل المنظمة كأن يكون الصراع بين فرد وفرد أو جماعة وجماعة أو بين قسم وقسمة أو بين أقسام متعددة المهم الصراع له أسباب منها مشكلات الاتصالات الإدارية معظم المشكلات تعود إلى سوء الفهم وعدم موضوع سطوط الاتصال وقنواته ومشكلات التواصل بين الأفراد والتخاطب المتبادل فيما بينهم وبين الجهات العلية فعدم موجود التواصل بين الأفراد وبعضهم البعض بين الرؤساء والمرؤوسين بين المستوى الأعلى للقيادة والمستوى الأدنى للقيادة وعدم موجود يعني استماع لوجهات النظر هذه يؤدي إلى وجود صراعات فبالتالي يعني هناك نتائج سلبية ومعوقات تعوق العمل نتيجة لعدم موجود اتصال إداري سليم ووجود فروقات بين الأفراد يعني قد يختلف الأفراد باختلاف اتجاهاتهم وتضمن الاتجاهات الأشكال الآتية قد يكون هناك شخصية منطوية قد هناك يكون شخصية بتحاول تخب المعلومات حبس المعلومات ويعني المبلغة في تخطي خطوط السلطة كل ديت من المشكلات الإدارية أو المشكلات المتبطة بالاتصال قد تؤدي إلى زيادة حتة الصراع داخل المؤسسة أيضا من ضمن الأسباب معوقات التنظيم أو المشكلات التي يسببها البناء التنظيمي في المؤسسة وتتمثل بوجود هيكل تنظيمية ضعيفة أو عدم وجود هيكل قوية وفي بعض المؤسسات لا يوجد هيكل تنظيمي أصلا مما يترتب عليه عدم موضوح الاختصاصات وعدم موضوح الواجبات وعدم موضوح المسئوليات المعطاه لكل وظيفة وبالتالي سيؤدي ذلك إلى حدة النزاعات بين الأفراد وكثرة التفسير وكثرة المفسرين وكثرة الوظائف التي لا تعرف من الذي يقوم بها عندما تدخل مدرسة من المدارس أو إدارة من الإدارات لا تعرف الرئيس من المرؤوسين كله بيتكلم محدش بيتكلم في ضوء بطاقة الوظيفية أو فضوء استصاصاته هذه ناتجة عن عدم موضوح الهيكل التنظيمي داخل المؤسس أيضا معوقات أو مشكلات تسببها البيئة الداخلية والخارجية قد تتمثل في اللغة قد تتمثل في اختلاف الألفاظ قد تتمثل في ضعف أجهزة الاتصال قد تتمثل في عدم استخدام المنهجية العالمية قد تتمثل في عدم وجود مناخ عمل صحي يعني الأمر الذي يترطب عليه التصرف بعشوائية وتدني الإنتاجية وزيادة الكلفة يعني الظروف قد يكون السبب في سوء الاتصال أو عدم كفاءة الهيكل التنظيمي كلامنا قلناه قد يقوم الإداريين بإدارة الصراع وفقا لمفهومهم هم ومعرفتهم هم بدون منهجية علمية واضحة وصريحة أيضا قد يقوم الأفراد بترجمة الصراع على شكل منافسات أو تحالفات يعني كل فريق منتمي لفكرة معينة بيعمل حزب ووجود أكثر من حزب داخل المؤسسة هذا يضر ولا ينفع أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى وجود صراع الاعتماد المتبادل في العمل يعني إيه؟ ده يعتبر من الأسباب الرئيسية في الصراع بين المجموعات والمقصود به المقصود به أنه يوجد مجموعتين داخل العمل كل منهما يحتاج الآخر لإنجاز الأهداف يعني الاثنين مستاركين في إنجاز أهداف معينة وبالتالي إذا كان هناك تفاهم بينهما لا يوجد صراع أما وإن كان هناك صراع بين المجموعتين وحالة من حالات التوتر والألأ والإحباب هذا سيؤدي إلى زيادة حدة الصراع بين الطرفين لأن كل منهما يحاول أن يثبت أنه الصح والطرف الآخر هو الخطأ أيضا غموض الوسائل غموض الأهداف وتعارضها الأهداف غير مصرعة بوضحة بفكل واضح عدم موجود قيم حاكمة للعمل غموض الأهداف الأهداف غير قابلة للقياس وغير قابلة للطبيق والأنشطة التي تمارس أنشطة غير وضحة العمليات غير مدروسة فبالتالي الغموض في صياغة الأهداف وتعارض الأهداف وعدم تحقيق هذه الأهداف وعدم وجود الآلية والعمليات التي تؤدي إلى تحقيق هذه الأهداف كل ذلك يؤدي بالطبع إلى وجود صراع إذن الغموض الوسائل المقصود بها اختلاف الأهداف والقيم والأساليب من شخص إلى آخر فكلما ازداد غموض الأهداف والوسائل اللزمة لتحقيقها ينشأ الزرار وتزداد حدته من المعلوم أن كل مؤسسة تمارس نشاطتها في إطار هستف معين لهذه المؤسسة إلا أن ذلك لا يمنع من وجود نوع أو غفر من أنواع التعارض بين الأهداف الخاصة حيث تستغل بعض المجموعات هذا الغموض وهذا التعارض من خلال زيادة حجم هذا الغموض وزيادة حدة الصراع بينها وبين الأفرار ومن أسباب الصراع أيضا ما يلي الانتماءات والولاءات الوظيفية والمهنية التباين في الصفات والأنماط الشخصية سعي الأفراد في الحصول على مكانة بارزة بدلا من التركيز على مصلحة الفريق شهوة السيطرة على فريق العمل الإحباط الذي قد يصيب أعضاء الفريق لبقاء الصراع دون تدخل من الرؤساء وتراخ المسؤولين إذن الانتماء والولاء الضعيف للوظيفة والمهنة قد يؤدي إلى صراع التباين في الصفات والأنماط الشخصية تؤدي إلى الصراع أيضا سعي الأفراد للحصول على مكانة بارزة وظيفة بارزة ودون النظر إلى مصلحة العمل والفريق الذي يعمل فيه اللي هو حب السيطرة على الفريق أيضا هناك بعض الأشخاص يستفيدون من وجود هذا الصراع داخل المؤسسة وخاصة بعض المديرين الذين يجدون أنفسهم في ظل وجود صراعات ولا يستطيعون أن يضعوا حل لذين صراعات ولا يواجهوا هذه الصراعات هذه تؤدي إلى تفاقم وتفاقم الصراع حتى من الصعب إدارة ومن المؤشرات أو الأعراض أي مرض له مؤشر أي مرض له أعراض من المؤشرات أو الأعراض التي تدل على وجود صراع في المؤسسة أو المصنع أو المنظمة نفاذ صبر الأعضاء ما عندهمش صبر تعرض الأفقار المطروحة للهجوم لما حد يجيوا الرأيه يلاقي نوع من أنواع الهجوم من زملائه أو من رؤسائه ما يدلوش فرصا يعبر عن رأيه انحياز الأعضاء إلى تحالفات معينة وعدم الاعتماد على الأفقار العلمية المنهجية ابداء الملاحظات والتعليقات بشكل فعالي وبشكل متعصب التعبير عن الغضب وعدم الارتياح كلاميا أو بالإثارة يبقى لما تلاقي فيه موجة من العنف عدم الصبر عدم تقبل رأيه الآخر الهجوم على الآخر عدم احترام الرأي وجود حالفات داخل المؤسسة وجود حتى في التعليق والنقد يتم التعليق بشكل سلبي وبشكل هجومي والتعبير عن الغضب وعدم الارتياح بأي شكل من الأشكال هذه مؤشرات دالة على وجود صراع في هذه المؤسسة ننتقل يا شباب إلى أساليب إدارة الصراع طبعاً كتاب الإدارة اتفقوا على أن هناك مجموعة من الأساليب لإدارة الصراع سواء كان بين الأفراد أو بين المؤسسات وإن كان هناك خلاف بينهم حول مدى فاعلية كل أسلوب هناك أحد علماء الإدارة ويسمى بليك وموتون قاموا بتحديث خمسة أساليب لإدارة الصراع بين الأفراد أوضحاها على شكل شبكة إدارية لها بعدانهما الاهتمام بالأفراد داخل المنظمة والاهتمام بالإنتاج يبقى معنى كده أن أساليب إدارة الصراع سيتم على بعدين البعد الأول هو الاهتمام بالأفراد داخل المنظمة والبعد الثاني هو الاهتمام بالإنتاج وجعل لكل من هذين البعدين إحداثا يمتد من صفر إلى تسعة وقد ركز الباحثان على النقاط الواقعة في ما بين الصفر والتسعة وكذلك النقطة الواقعة في الوسط وبالتالي حدد الأساليب الخمسة التالية لإدارة الصراع جلا مع بعض نعرض الخمسة أساليب اللذان وضعهما كل من بلك وموتون لإدارة الصراع واختلف كل أسلوب تبعا لدرجة أهميته من الصفر إلى التسعة على النحو التالي أول أسلوب من أساليب إدارة الصراع هو أسلوب التجنب ويقصد به الإنسحاب من إدارة الصراع فأسلوب التجنب الصراع من الطرف الآخر عن طريق التأجيل أو التجاهل أو الفصل بين الأطراف المتنزعة يعني لما جيلك مشكلة بين اتنين وصراع بين طرفين عاول بقدر الإمكان إذا كان الصراع محتد وإذا كان الصراع شديدا عليك أن تتجنب هذا الصراع بأنك تفصل بينهم وتؤجل موضوع إدارة الصراع إلى وقت يكون فيه جاهزين إلى تقبل كل منهم الآخر فقد يتجنب المدير حضور اجتماع معين رغم أن هذا الموقف يؤدي إلى إحداث نتائج سلبية على تحقيق الهداف ومع ذلك يمكن اللجوء إليه مثال ذلك أن يكون هناك آخرون يمكنهم إدارة الصراع أفضل من المدير مثل أحد المرئسين فبعض المدراء وبعض المدراء وبعض المسؤولين لا يستطيع أو لا يمتلك القدرة على إدارة الصراع فيفوض من يمتلك هذه المهارة ومن يمتلك هذه القدرة ومن يمتلك هذه الكفاءة في أنه يدير عملية الصراع فهنا تجنبه للصراع أمر مهم لأنه لو موجود مش هيعرفه حل وبالتالي قد يتفاقم الصراع بين الطرفين إذن أسلوب التجنب إما أن يتجنب المدير أو القائد المسؤول عن المؤسسة الحضور لاجتماعات إدارة الصراع لأنه ما عندهش القدرة على كده أو أنه يأجل عملية إدارة الصراع لحد ما يجد من يساعده ومن يقف بجواره ومن يعطيه النصيحة لكيف يدير هذا الصراع أسلوب المجاملة أسلوب المجاملة وفيه يتصرف المدير فما لو كان يعتقد أن الصراع سيزول بمرور الوقت ويدعو أطراف الصراع إلى التعاون محاولاً تقليل التوتر يعني بعض من القادة أو من المديرين يقول لك سيبه أسلوب هيتصافوا مع مرور الوقت هيحل مشاكلهم مع مرور الوقت ويحاول بقدر الإمكان يجمحهم في مشروعات معينة في مواضيع معينة عشان يقلل من حدة التوتر بينهم وهذا الأسلوب بيشجع الأطراف على إخفاء مشاعرهم عشان يرادوا المدير بتاعهم حتى لو كل واحد عنده مشاعر قراهية أو مشاعر اختلاف مع الطرف الآخر بيحاول يعني يخفيها حتى لا يظهر بأن شكله مش كويس ويتم اللجوء إلى هذا النوع من أسليب إدارة الصراع عندما كان الصراع قائما بين طرفين هناك اختلاف في شخصيتهما يعني في اختلاف في شخصيت كل واحد فيهم فبالتالي بتبدأ يسيبهم شوية ويحاول يقولك أن ستتم عملية إدارة الصراع بينهما مع مرور الوقت بس احنا هنحاول نقرب منهم ونقرب من شخصيتهم ونجملهم ونحاول نوصل لكل واحد النقطة الإيجابية في الطرف الآخر أيضا أسلوب الحل الوسط ويتصف بقدر معتدل من كل من الحزم والتعاون ويتم اللجوء إليه إذا تساوت قوة طرفي الصراع من خلال المفاوضات يعني معنى صح أنا عندي طرفين للصراع كل واحد عنده من البراهين ومن الأدلة التي تؤكد وجهة نظره وبالتالي لما يبقوا الاثنين يعني عندهم قوة وبرهان بنبدأ نوصل للحل الوسط ونحاول نجمع بين الطرفين وبين وجهتين النظر وبين المخترحين هنا هتبدأ توصل لحل مشترك بين الطرفين الأسلوب الرابع هو أسلوب المنافسة يعني بيلجأ المدير في استخدام أسلوب المنافسة إلى قوة سلطته والوصول إلى حل من كلا الطرفين يعني بيحاول يخلي كلا الطرفين يتنفسوا فيما بينهم وفيما بعضهم البعض من أجمل وصول إلى أفضل حل لصالح العمل يعني عندما يكون الصراع بين الزملاء بيلجأ المدير لممارسة السلطة على الطرف الآخر والاعتماد على هذا الأسلوب يخفف من الدافعية للعمل ويتم استخدامه إذا كانت القضية طارئة والتخاص تصرف سريع بمعنى لما يكون هناك صراع بين طرفين وهناك أمر مهم وقرارات مهمة لا بد أن تتخذ أو زيارة عاجلة لأحد المسؤولين ولا زال الصراع موجود بين الطرفين ومن الواضح أن أحد الطرفين متمكن وله قدرة عالية على البرهان يتم هنا استخدام المدير لسلطته في أنه يقول للطرف الآخر خلاص انتهينا سيتم تنفيذ ما توصل إليه الزميل حيث أنه الأقرب ونحن في أمس السرعة إلى ممارسة وتطبيق هذا الإجراء هنا يستخدم المدير سلطته في أنه ينفذ ما تم اقتراحه من أحد الأطراف وده بيولد لما يتعرف عن المدير أنه عازم وواضح وصريح في استخدام سلطته في تبني الأفكار السليمة كل الأفراد وكل الموجودين بيحاولوا يتنفسوا مع بعضهم البعض بحيث كل واحد يحاول يطلع أفضل ما عنده عشان يتبنى المدير فكرته الأسلوب الخامس أسلوب التعاون عن طريق العمل على نقاط الوفاة وتجمب نقاط الاستلاف ويتميز هذا الأسلوب باهتمامه ببعدي الحزم والتعاون واللجوء إلى القوة وإلى العلاقات الإنسانية يعني يلجأ المدير أو القائد إلى استخدام القوة إذا اقتطت الحاجة ويلجأ إلى استخدام التعاون والعلاقات الإنسانية إذا اقتطت الحاجة أيضا يقوم المدير بدراسة أسباب الصراع من كافة الأطراف ذو العلاقة وترحي بدائل للحلول ومنقشتها حتى يتم علاج الغمر علاجا فعالا ومقولا من قبل الجميع وهذا الأسلوب بيحتاج إلى وقت كبير طبعا عشان المدير يبدأ يتفاوض مع كل الطرفين وبالتالي ما يكونش فيه مثلا درجة ملحة لتنفيذ قرار معين يتم اللجوء إلى مثل أسلوب التعاون وده بيعتمد على ما يمتلكه المدير أو القائد من أهداف طربوية يحاول تطبقها في بيئة العمل أما الباحثان الآخران لورانس وفيرنا قالوا أن هناك ثلاثة اتجاهات فكرية لإدارة الصراع هي الاتجاه التفاوضي والاتجاه البيرقراطي واتجاه النظم ما عن الاتجاه التفاوضي وبيركز هنا عملية إدارة الصراع على إدارة الصراع بين المجموعات التي تتنافس على الموارد المعدودة يعني لما يكون عندي موارد محدودة أو يعني إمكانيات محدودة وهناك صراع يتم التفاوض فضوء هذه الموارد أو هذه الإمكانيات الاتجاه التفاوضي بيركز في إدارة الصراع بين المجموعات التي تتنافس على الموارد المفتوئة يعني إيه الموارد المحدودة؟ واحد بيدي اقتراح لمشكلة ما والتاني بيدي اقتراح إلى مشكلة ما وهذه المشكلة مشكلة يعني ليست قوية والمقترحات كل منهما له وجاهده فيتم التفاوض على استخدام البديل الأفضل الاتجاه البورقراطي ويركز على إدارة الصراع بين المجموعات الناتج عن علاقات السلطة الرأسية في التنظيم واستراتيجية إدارة الصراع بأسلوب العلاقات الإنسانية أنا عندي أسلوب اسمه أسلوب العلاقات الإنسانية وده أسلوب بتتبعه الاتجاهات الديموقراطية أما الاتجاه البورقراطي بيستمد إدارة الصراع عن طريق سلطته الرأسية أنا قائد فبالتالي بفرد سلطتي على الموجودين لإدارة الصراع بشكل أو بأخر أما اتجاه النظم وبيركز على أسليب حل المشاكل والتنصيق بين طرفين المتنازعين اللي فيه بينهم من بعض الصراع التنصيق فيما بينهم وإنهم ينظموا معلوماتهم بحيث أن احنا نطلع بمعلومة تتناسب مع حل المشكلة وفي نفس الوقت إدارة الصراع أما لونكر وفرينجر قالوا أن هناك مجموعة من الأساليب لإدارة الصراع منها السيطرة على الجماعة الأقوى المثومة بين المتنافسين تعديل العلاقات التنظيمية السيطرة على الجماعة الأقوى وهذا يعني يتم إذا لم يوقف الصراع فأن الأقوى هو الذي سيفوز وإذا كانت الهزيمة قاسية فإنه يمكن للمدير أن يتنحى بالنقل وفي بعض الخالات يقبل المدراء الهزيمة وينتزر فرصة أخرى للصراع وإذا تصارع فريقان فإن السيطرة تتم بقرار الأكثرية يبقى هنا السيطرة على الجماعة الأقوى معناها إذا لم يتوقف الصراع بين طرفين طبعا الصراع بيتم بين طرفين يا شباب طرف قوي وطرف ضعيف في معظم الأحيان الذي سيفوز بالصراع هو الطرف القوي عندما يكون المدير مع الطرف القوي انتهى الأمر أما وإن المدير مع النحية الضعيفة هنا لا بد أن يقبل المدير الهزيمة وأن ينصاعة وينصاغة إلى الجماعة الأقوى لحل أو لإدارة مشكلة الصراع ثم ذلك بيجعل المدير يفكر أنه بعد كده يرد كرمته أو يرد الهزيمة فبتبدأ عملية الاسترهاب بتتواجد بعد كده بشكل كتير اثنين المساومة بين المتنافسين زي التفاوض يعني المساومة هي الوسيلة للحل بين المتنافسين وقد ينطبق على أنواع أخرى من الصراعات كرؤساء الأقسام ومئلزان ده عديل العلاقة التنظيمية في بعض الأحيان لإدارة الصراع بأنه يحتاج أن نغير في الهيكل التنظيمي نغير في الهيكل الوظيفي نبعد ده عن ده ننقل ده الوظيفة تانية ونحافظ ده على الوظيفة ديت يعني بمعنى صح نبدأ نغير أماكن الناس اللي فيه بينها وبن بعض صراع طبعا هناك أساليب لإدارة الصراع في البيئة التنظيمية ومنها أسلوب القوة وأسلوب التكيف وأسلوب الهدنة وأسلوب المواجهة يعني أسلوب استخدام القوة لإجبار الطرف الآخر للتنازل وقبول وجهة النظر طالما وجهة النظر سليمة أسلوب التكيف عن طريق التنازل عن المطالب وقبول مطارب الطرف الآخر أسلوب التوفيق والتهدئة لمحاولة التقليل من نقاط الاختلاف والتركيز على نقاط المشتركة بين الطرفين وأن يستطيع أحد الأطراف أن يكبل التنازل المواجهة أي محاولة التعرف على المصلحة المشتركة بين الأطراف والتركيز عليها ومن ثم التركيز على الأهداف العليا للمنظمة يعني في حالة ما إذا كان كل الطرفين لا يستجيب لعملية إدارة الصراع هنا يستمد القائد سلقطه لأن يواجههم في ضغط مصدر قوته الوظيفية لتحقيق الأهداف العليا هنعمل كذا وكذا وكذا هذه مجموعة من الأساليب لإدارة الصراع هناك مجموعة من الأساليب وهناك مجموعة من الإرشادات التي تساعد المدير أو القائد لإدارة الصراع منها الرؤية سعي المدير أن يقنع جميع العاملين بوجود هدف عام لا بد أن يسعى الجميع للتحقيق اثنين أهداف أن تكون أهدافه واضحة وقابلة للقياس وقابلة للتطبيق الاتصال لا بد أن يوفق قنوات اتصال بين جميع أطراف المنظمة بشكل يشعر الجميع بالراحة والقبول القيادة وهذا يتضمن الأسلوب والنهج الإداري الذي يجب ممارسته بشكل يترتب عليه أن يكون المدير تأثيره تأثيراً إيجابي على الأفراد التعليم ويتم بصورة مستمرة وتدريب وصق المهارات العاملين وقدراتهم ومستواتهم الثقافية كل ذلك مجموعة من الأسليب أو الإرشادات التي يجب أن يعمل المدير في ضوئها لإدارة الصراع في مؤسسته تعامل مع الصراع السؤال الذي يطرح نفسه يا شباب كيف يتم التعامل مع الصراع أتعامل مع الصراع بالعقل وبالتفاهم وبالتواصل وبالثقة وبالتأثير غير الضغط أو التأثير المبني على التفاوض وليس على الإجبار القصر القبول النواية الحسنة العقلانية بمعنى أن يحاول المدير أن لا يكون منفعلا أن يعرض موقفه بوضوح وهدوء وأن يكون عرضه للحقائق مرتبط بالأدلة والبراهين ويجب أن يكون محددا في قراراته وطلباته وليس يعني قائم بعض المديرين يعمم الكلام وغير محدد وغير واضح وما عندهش أدلة وما عندهش براهين على صدق كلامه هنا يكون بعيد عن العقلانية أيضا التفاهم أن يفهم المدير الطرف الآخر وأن يفهم نفسه وأن يسأل وأن يستوضح وأن يبحث في جزور الثراع الموجود وأن يدعم القيم وأن يكون له منهجية وأهداف وطف التواصل أن يتواصل مع الآخرين وأن يتشاور معهم وأن يكون قراره مبني على التشاور بين الأفراد وبعضهم البعض وأن يكون هناك عنده مجموعة من المعلومات التي ستساعده على إصدار القرار وأن يشجع التواصل على المستوى الرأسي أو على المستوى الأفقي على المستوى الرأسي منه إلى المرؤوسين ومن المرؤوسين بعضهم البعض أيضا الموثوبية يجب أن لا يخدع المدير المرؤوسين من أجل كسب عمل معين أو من أجل نتائج أو أهداف معينة هناك بعض المديرين بيجدب ويخدع المرؤوسين بحوافز ومكفاءات واجزات وكذا وكذا من أجل أن يحصل على مصلحته هذا ليس من الأكاديمية ولا المهنية وليس من أساليب إدارة الضفاء بالعكس هيجي بعد كده مش هيصدقه ومش هيعماله اللي هو عايزه فعشان كده لابد وأن لا يخدع المدير الأطراف الأخرى أيضا يعني عدم الإجبار وعدم الضغط لابد وأن يلجأ إلى استخدام أسلوب الإقناع طالما عنده الوقت الكافي لإقناع الآخرين أن يقبل الطرف الآخر وأن يقبل أفقارهم وطرحاتهم وأن يكون شفيقا رفيقا عندما يقدم له أي دعم من حيث الأفقار النواية الحسنة يعني لا بد وأن تكون نية جميع العاملين سواء كان قائد رئيس أو مرؤوسين أن تكون النية هي النظر إلى مصلحة العمل في المقام الأول وليست المصلحة العظيم وهناك أنواع عديدة من الصراع التنظيمي وذلك بسبب اختلاف الأسس أو بسبب اختلاف تصنيف الصراع وفيما يلي أهم أنواع تصنيفة الصراع تصنيف أول تصنيف للصراع يا شباب الصراع طبقا لموع الأطراف المتنزعة أنا عندي إما يكون الأطراف المتنزعة إما يكون الصراع داخل الفرد نفسه وإما يكون الصراع بين فرد وفرد آخر يعني دايما لما يكون الموظف مش عارف العمل وطبيعة العمل وإجراءات وعمليات والعمل وهناك غموط في الأدوار وعدم وضوح الاختصاصات فبالتالي بيحصل عنده صراع داخلي يخايد يشتغل لا يغلط هنا الصراع بيكون داخل الفرد عدم معرفة الفرد لما ينبغي أن يقوم ووجود تعدد في الأدوار وعدم تحديد المهام الوظفية من كل فرد وإما يكون الصراع بين الأفراد وغالبا ما يحدث نتيجة للفروق في الأنماط الشخصية بقى صح والغلط بيحدث يعني نتيجة يعني العلاقات التصادمية بين الأفراد هناك شخص صريح بيتعامل مع شخص غير صريح هيحصل صدام هناك تعامل مع شخص بيفضل مصلحة الشخصية وشخص آخر يفضل مصلحة العمل بيحصل تصادم هناك واحد عنده ولاء للعمل واحد تاني ما عنده ولاء للعمل هيحصل تصادم هناك واحد متكبر والتاني غير متكبر هيحصل فبالتالي السمات الشخصية والصفات الشخصية والسلوكيات الشخصية قد تكون سبب من أسباب الصراع بين الأفراد عشان كده نقول قد يكون الصراع داخل الفرد نفسه وقد يبقى هنا الصراع بين الفرد ونفسه وقد يكون الصراع بين فرد وفرد آخر يعني بين شخصين مختلفين نتيجة الاختلاف السلوكيات واختلاف أنماط الشخصية لكل منهما يبقى ثدنا ثدنا يا شباب الصراع الداخلي اللي هو بين الفرد ونفسه والصراع بين فردين هناك صراع بين الأفرار والجماعات يعني بين واحد وبين القسم اللي هو شغال فيه أو الإدارة اللي هو شغال فيها وينشأ هذا النوع عندما يتعامل الفرد مع الضغوط المفروضة عليه من جانب من جانب جماعات العمل الخاصة بهم يعني فرد شغال في القسم يلاقي مضغوط عليه بيتم تنفيذ تعليمات هو مش فاهمها واستخدام عملت الكسر والضغط من قبل رئيس القسم أو الأقسام بتاعك الصراع بين الجماعات بقى جماعة وجماعة يبقى بين الفرد ونفسه بين فرد وفرد بين فرد وجماعة بين جماعة وجماعة اللي هو الجماعات والإدارات الصراع بين الإدارات إدارة الموارد البشرية مع إدارة المالية مع إدارة الصيانة مع إدارة التجهيزات إدارات مع بعضها الصراع بين الإدارات والأقسام المختلفة ده نوع من أنواع الصراع ده طبعا بيولد مناخ غير ملائم للعمل الصراع بين المنظمة وغيرها من المنظمات الصراع كان هنا داخلي بين الأقسام وبعضها هنا بقى الصراع بين المنظمة نفسها أو بين المؤسسة نفسها وبين المؤسسات الأخرى ويتمثل في المنفسة بين المنظمة وغيرها من المنظمات وعادة ما يترطب عليه دفع المنظمة لتطوير منتجاتها وابتكارها عشان خطر تقدر تتنافس مع المنظمات الأخرى يبقى عندنا صراع داخلي بين الفرد ونفسه صراع بين فرد وفرد صراع بين فرد وجماعة صراع بين جماعة وجماعة داخل المنظمة صراع بين المنظمة والمنظمات المنظمات الأخرى أنواع الصراع قنل مرحلة الصراع آه مستوى الصراع بقى هل الصراع صراع مشتكر أو صراع مدرق يعني هل صراع مخفي ساعات بيبقى فيه احتمالات لوجود صراعات بفينة غير واضحة بس بتظهر في تصرفات الناس يبقى عندي وجود احتمالات للصراع دون التصرف على علاقات محمودة له هناك يعني وهنا لا يترتب اي ادراك او فهم او احساس بظهور الصراع ولكن تظهر بعض الحالات التي تؤثر على علاقة بعض الأفراد مثل التنافس على الموارد المحدودة او الحاجة الى استقلالية وتشعب الاهداء الصراع المدرك وهو الصراع المعروف أسبابه ودلالاته وواضح بين العلاقات بين الأفراد يبقى عندي الصراع الصراع المستتر هو ذلك الصراع الغير مفهوم أهدافه ولا أسبابه ولا دلالاته وطبيعة العلاقة غير واضحة بين العاملين أما المدرك هو الصراع المعروف أسبابه ودلالاته وعلاقاته ومدرك من خلال طبيعة العلاقة بين الأشخاص كمثال لذلك إساءة الفهم دائما بين الأفراد عدم استعاب الأفراد الهجوم عدم قبول الرأي يعني كل ديت حاجات من الحاجات الواضحة اللي بتبين أن هناك صراع بين الأفراد وبنون عليه هنا صراع مدرك يبقى عندي كم طبقة مرحلة الصراع قد تكون صراع مستتر وقد يكون صراع مدرك الصراع المعروف أسبابه ودلالاته هو مدرك والغير معروف أسبابه ودلالاته هو مخفي أو مستتر ثلاثة يا شباب الصراع المحسوس ولا يختلف كثيرا عن المدرك ويظهر في شكل ضغوط نفسية على طرفي الصراع ينتج عنه قلق وتوتر وغضب وروح عدوانية وهنا قد يكون هناك إدراك للصراع شكرا بقول لكم زي الصراع المدرك بالظبط ولكن دون أن يكون هناك شعور لدى المدير بأن هناك حالات قلق وتوتر الصراع الصريح هو الصراع الظاهر في سلوكيات الناس والجماعات بشكل واضح في تعاملاتهم مع بعض في سلوكياتهم مع بعض في تصرعهم مع بعض ومن المعلوم أن أحوال الخلاف تتغير وتتبدل فقد يبدأ الخلاف خفيفاً ثم يتطور إلى أن يكون محسوساً ثم واضحاً جلياً ظاهراً للجميع ثم يكون صريحاً أنواع الصراع طبقاً لنتائجه قلناها قبل كده في الأول الصراع الإيجابي والصراع السلبي الصراع الإيجابي البناء يعني المواجهة بين جماعتين أو أكثر يؤدي إلى تعزيز أو تدعيم الآداء اسمه الصراع إيجابي الآداء ده بيساعد على تجنب الفطور ولا مولا بيساعد على وجود اختلاف الرأي وواجهة النظر تشجيع الابتكار والأفكار واحترام الرأي الآخر وتحديد وبلورة المشاكل بوضوح وتحفيز مجهودات الأفراد والجماعات للتميز بيساعد على اتخاذ الحلول والقرارات الواقعية والفعالة بيساعد على إحداث التغيير بشكل إيجابي ديت يعني صراع اسمه صراع إيجابي البناء يعني النتائج المترطبة عن هذا الصراع بتكون نتائج إيه يا شباب إيجابية تشجيع وتقليل درجة الفطور ولا مبلاء وقبول الرأي والرأي الآخر وخلق مساحة للابتكار وطرح عديد من المقترحات ويعني حل المشاكل بسرعة والتحفيز وكل الحاجات دي نتائج إيجابية للصراع وعكس الصراع إيجابي الصراع السلبي أي مواجهة أو تعامل تتم بين الجامعات ويترطب عليه إحداث فرضة في المؤسسة وعدم تحقيق الأهداف وإعاقة تحقيق الأهداف مثل بزل الجهود لتحقيق مكاسب شخصية فردية عدم التشجيع والتعاون الإنعزالية حيث يعمل الأفراد أو الجامعات على تحقيق أهدافهم فقط خلق الضغوط غير ضرورية العمل على تحقيق الأهداف الخاصة بالمجموعات الأضرار بالأطراف المتنازعة مما يؤدي إلى انهيار المؤسسة انتشار بيئة عمل غير صحية انتشار مناخ وظيف غير مناسب كثرة المشاكل وعدم موجود عدد كبير من الحلول والتأخير في حل المشاكل والصراعات والخروج خارج المنافسة الإيجابية كل دي مجموعة من النتائج السلبية للصراع السلبي من خلال المحاضرة دي يا جماعة اتكلمنا عن موضوعات جميلة في الصراع التنظيمي تعريفه طبيعته اتكلمنا عن أنواع الصراع كيف نتعامل مع الصراع اتمنى ان يكون كان لقاءا مميزا وكانت محاضرة مهمة اتمنى انها نالت اعجابكم اتمنى ان يكون المقرر بصفة عامة نال اعجابكم اتمنى انكم يكونوا رضيين عن ادائي معاكم ان شاء الله واتمنى ان اشوفكم في مستويات علمية مرموقة ومستويات وظيفية مرموقة تتناسب مع المجهود الكبير اللي انتو بزلتوه خلال الفصل الدراسي خالص تحياتي للجميع ننتقل الى الشريحة القادمة عشان نعرف كل مرة بقول ايه هي يعني كيف نعتمد في مذكرتنا نعتمد على الكتاب المقرر ونعتمد على المحاضرات ونعتمد على حضور المحاضرات المباشرة خالص تحياتي للجميع على امل اللقاء بكم في لقاءات متجددة ان شاء الله شكرا لكم جزيلا وخالص تحياتي لكم وأطلب منكم السماح والعفو إن كنت قد أصبت فمن الله وإن كان هناك قصور فمني والشيطان فعساني بشر أصيب وأخبئ فالكمال لله وحده وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله